بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كدرسة لكتاب التوحيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحيمه الله تعالى لشرح فضيلة الشيخ العلامة صانح الفوزان حفظه الله تعالى صانح الفوزان إنه فقماننا آية ميا موجة مسين موجة مبكا ميا موجة أمسين تاتو كتف صورة الألعام قل تعالوا أتلوا ما أحرم ربكم عليكم نلعو بإذن الله تعالى تصمع أثر ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه قال الإمام المجدد رحيمه الله قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه أو خاتمه التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما أحرم ربكم عليكم إلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا بمعنى صورة الألعام آية ميا موجة أمسين موجة فكم ميا موجة أمسين تاتو قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذري صحبي جليل من السابقين الأولين من كبار علماء الصحابة لازم النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي في سنة اثنين وثلاثين من الهجرة ابن مسعود كبار الصحابة نميونغوني موما علماء وكبو ومتومي صلى الله عليه وسلم الهواجة متومي صلى الله عليه وسلم وكتكا مسحابة الهواجة كتكا ونوبيوني وكبو ميونغوني مواموني بن مسعود رضي الله عنه وارضاه مبكا وكو ومسحابة وارغيا كوك مكتكا مسعود يكا علم نانيوة مفامو كسة شوالي مبوانا amba walikuwa wakichukua mawe مسikitini kule Irak Abu Musa al-Ash'ari رضي الله عنه وakaona ingawa hakua kataza mpaka karigia kwa nani kwa ibn مسعود رضي الله عنه وارضاه وسبب نمونا وشوالي واتو ونورغيا كوك ولكوا وكسيما مسكتين سبحو مئة لتيني تسبح ميا موja كشو وكسيو كسو في جيو سبحان الله سبحان الله سبحان الله مرا ميا موja وكما لزيسيما كبيرو مئة الله أكبر الله أكبر ويسابة في جيو المسعود أكاوakataza ناكالichukulia hili jambu kuwa ni bidha katika dini ناكاوambia wale mabana ima nini mkukatika upotofu ama mkukatika mila ambao ni bora zaidi kulikuwa nani kulikuwa mtuhu katika kisa maarufu kuhunyesha kuwa alikuwa ni katika marigileo ya masahaba katika radiyallahu anhu wa arba allazmiyana sallam wa khatamto laukama katika katika izi ayatatu wa sallam 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 فذكرهم ابن مسعود رضي الله عنه أن عندهم من القرآن ما يكفيهم مسعودك وكمبوشك ولتوناتك قرآن إننا قرآن أبو يوات الشليزة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو وصى لم يوص إلا بما في كتاب الله مناسبة هذا الأثر للباب نين مناسبة وأثرهين ملنغوه تنوسوما بيان أن ما ذكر في هذه الآية كما هو وصية الله فهو وصية رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بما أوصى الله به كبين شكوا كما ذلك نوصية الله سبحانه وتعالى كذلك نوصية ومتوم صلى الله عليه وسلم كما هو وصية رسوله صلى الله عليه وسلم هو سي اسبك وكيلي أم باكو أم يوصية الله سبحانه وتعالى ما يستفاد من قولي بالمسعود فإذا زبط كان كتك قولي بالمسعود أول أهمية هذه الوصايا العشر ومهم ونسيكم إيزي كتك هي آية أو إيزي آية يموجم سنة موجة وكم يموجم سنة تأتي سورة الأنعاب ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بما أوصى به الله فكل وصية لله فهي وصية لرسوله صلى الله عليه وسلم متوم صلى الله عليه وسلم هو وصية كوكيلي أليتو كوصية الله سبحانه وتعالى كيبو أكيونا وصية وووتي الله سبحانه وتعالى ألو وصية وجواكي فسي وجوين دي وصية وناني ومتوم صلى الله عليه وسلم كسبب متوم صلى الله عليه وسلم أفكيش وجوين به كتوك كناني كوالله سبحانه وتعالى ثالثا عمق علم الصحابة ودقة فهمهم لكتاب الله أكينا وعلم يما صحابا نوفهام أمباوني وكينا منه وليقونا وما صحابهم تون صلى الله عليه وسلم مبكى من بياندانك بيث وفهم يكتابك الله سبحانه وتعالى ndio mana tuasisitizwa katika ufahamu wa qur'ani na sunna ya mtume صلى الله عليه وسلم tusifahamu kwa ufahamu wetu sisi kwa sababu kila mmoja anakili yake tafsiri zita kuwa nyingimno za kueleza yale ya liyokuja katika kitabu cha Allah na sunna ya mtume bali tufungi ufahamu wetu na ufahamu wanani wa masahaba wa mtume صلى الله عليه وسلم sabu wawo ndio wadio bashira na kumsikia moja kwa moja mtume haki fasiri kitabu cha Allah na akiteremishi wa kitabu cha Allah subhanu wa ta'ali wawo na ufahamu zaidi wa hii dini kuliko mtu yeti kuhwezi kujaleo bebe ukafumbua jambo kisha bada ya kufumbua eti wa toku weni hawakuyona hii hadithi hata masahaba pia waliyona ya hadithi mbona hawakufahamu hivu simu wa nifahamu na zumza ni ena usisema kuwa mimi nafahamu hivu ufahamu ule kujana umiutuwa wapi uwezi kuja uka kurupuka uka sema mimi na ota kuwa hii aya maana yakin hivi aa ndoto zako nenda kazi kamilishe gizuru singizidi kushamaliza kuota mgoje suwa pili lala tena ota tena wendeleu koku lakini uwezi kuja katika dini Allah subhanu wa ta'ala uka sema nimeota kufahamu wangu mimi kuwa hii aya maana yakin hivi hiiwezi kukubaliwa katika sharia Allah subhanu wa ta'ala hiiwezi kubaliwa hiiwezi mtu lewa kanya na tafsiri mpia ya qur'ani ama tafsiri mpia ya hadithi ya mtumza sallam inayo pinga ufahamu wa nani wa masahaba wa mtumza sallam kusababu ilmu wali yakuwa nayo ni ilmu ili yakuwa nawukina mno ambaga hakuna yote katika huu umma takwa unfanuwa yuni wajibu diwiyahu wa yattabih sabilahum afwati njiya ya wali anba wa Allah subhanu wa ta'ala amwa unguza katika ma sahaba wa mtumza sallamu wa sallamu wa sallam kwa unma sahaba wa likwana ilmu paana ilmu ili yunawukina wa mbaalisa ana diyumana ikawa kuminazimika kufuwaata ufahamu wa masahaba mtumza sallam khawarij wa liyumuwa alib bin abhi talib na kablaaki wa uthmam na'afan wa li kataku ifahamu qur'an na sunna kufahamu wa masahaba wa kaputaya qadariya wa li kataku ifahamu qur'an na sunna kufahamu wa masahaba wa kiwa haai wa kaputaya wa kasimu akuna qadar wa kakanusha qadar ya Allah subhanu wa ta'ala na halka thalika vipote bin jukuja katka vipo kusanjiya sawa ni kwa sababu ya kututaka kujidhi biti fahamu yao nafahamu wa liyukwanaam wa sahaba mtumza sallamu wa sallam naaktafi wa yadha al-qadr wa Allah ta'ala a'alam subhanaka Allah wa hamdik ashahadu an la ilaha ila anta astafir wa tumulayk wa baraka Allah fi kujidhi biti